الظروف يخرج بسيف يقاتل والناس قاعدة تقاتل بالنووي لا السيف إذن كناية عن القوة وليس أنه يخرج بالسيف يخرج كناية عن القوة والقوة لها مظاهر لها أسبابها ومظاهرها منها العلم والمعرفة هذا هو يخرج بالمكنة بالقوة والقوة لها مظاهر لاحظوا وليس بالسيف يعني هذا السيف بالتالي انحدد دور الإمام وأنه يخرج سيافا لا هو يخرج داعي إلى الله على سيرة آبائه الطاهرين سلام الله عليهم يدعو للعلم والمعرفة يحل مشاكل الناس فتقبل عليه الأمة والشعوب والأرض ولذلك عندنا في الروايات إذا مات حزن عليه أهل الأرض الناس كلها تحزن عليه يحزن عليه حبوه ولا يمكن إلا أن يكونوا يرون فيه الأبوة والرعاية لا يحزن على قتال يسيل الدماء موتي يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلمان وجوراء طيب إذا كان بالسيف رح تنملي بالمنافقين يدخلون في دينه خوفا من سيفه هو هذا لا موهر وإنما يخرج بالمعرفة بالقوة مسدد من الله لاحظوا والقوة لها مظاهر كثيرة منها العلم ومنها المعرفة نعم إذا رد عليه وأرادوا أن يقاتلوا يدافع عن نفسه شيء منطقي ولكن ليست رسالته القتل والدم هذه مسألة جد مهمة أيها الأخوة أنا أستغرب بعض الناس اتهموني بأن أقول أنه الصين مثلا ما تحتاج الإمام لأنها مرفهة اقتصادية معقولة أكو فهم ساذج من هذه الدرجة والحالة أنا كنت في محاضره السابقة قارنت أنه إذا كان خروجه بالسيف ما الذي يعني بالسيف لناس والشعوب عايشة في اقتصادها ووضحها يقول لك شنه رسالتك شنه تقدم لي بالسيف لا ما هذا ما لا معنى وإنما يخرج بالمعرفة والعلم يحل مشاكل الدول هؤلاء دول عندها أسرار مشاكل مشاكل في البيعة مشاكل في الاقتصاد يحلها فالناس تقبل عليه وليس أنه عندهم رفاق اقتصادي ما يحتاجون الإمام أقول لك وعاقي لكن اللي يسمعوا ما يفهم تلاحظون حضاراتكم هاي مسألة جد وخطيرة أني نبين شنو هدفه والله العظيم مرة واحد نقل لي رواية قال في روايتين هو يقول في روايتين على أنه الإمام المهدي إذا خرج نجس الحديد يعني الحديد يعتبره نجس قلت لك إذا هاي الرواية صحيحة أول من يحارب الصين وألمانيا واليابان قال ليش قلت لهم يصنعون سيارات سيارات قطارات وطيارات قلت لك إذا نجس إنها شغلتنا ما حد يشتريها مر يدف بلاها هاي الروايات لا يمكن أنه تكون معيار هاي الرواية باطلة غلط ما يمكن هاي مميتة لدور الإمام في صناعة التاريخ شنو من نجس الحديد هذا الكلام غلط يجب إحنا حتى نكون ممهدين لدولته أن نعرف كيف نطرح سلام الله عليه نطرح مشروع الإلهي الكوني لأنه صاحب حضارة كونية وليست القضية انقوقعة في هذه الفهم الساذجي البسيط كل الشعوب كل الدول كل العالم تحتاج طرحا ويجدون عند الحلول لكل مشاكلهم يقبلون عليه لاحظون حضاراتكم يقبلون عليه هذا هو إمامنا وبالتالي حتى نكون ممهدين حقيقيين علينا أن نعرف كيف انطرح للأمة وللناس وبالتالي انقلص هذه الغيبة انقلصها لأنه إذا كانت غيبته مننا هذا الأثر الوارد إنما غيبته مننا إحنا بإمكاننا ننقلص الغيبة بأن انطرح طرح حقيقي بحيث الناس تقبل عليه تنتظر تعشق قدومه ترتقي البشرية إلى مستوى استقبال المشروع السماوي الحضاري الكوني عند ذلك يظهر لأنه منتظر وليس منتظر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الممهدين لدولته العالمية أقول قولي